موسيقى السلام عليكم حياكم الله مشاهدين الكرام وهنا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق وننتظر مشاركاتكم مشاهدين من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتس آب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله في أثناء هذه الحلقة وفي نهاية الحلقة أيضا الموضوع الأول مشاهدين الكرام عن الانفلات الأمني في العراق أظهر تصاعد وطيرة النزاعات العشائرية في العراق عجز حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاعر السوداني عن حماية العراقيين بالإضافة إلى فقدانها السيطرة على الملف الأمني نتيجة ضعف تطبيق القانون وانتشار السلاح المنفلت وسطوة الميليشيات وتجارة السلاح اللي يديرها متنفذون مرتبطون بأحزاب السلطة وبالرغم من إعلان حكومة السوداني المتكرر عن اتخاذ إجراءات ووضع خطط لمعالجة النزاعات العشائرية إلا أن حدة هذه النزاعات بالآونة الأخيرة تظهر حجم الانفلات الأمني في العراق وعدم تنفيذ أي من هذه الخطط ففي محافظة كربلاء أفاد مصدر أمني بمقتل شخص وإصابة ابنه وأخوه وبن عمه في نزاع بين عشرتين بقضاء عين التمر غرب محافظة كربلاء وقالت المصادر أن النزاع سبب ثأر قديم بين عشرتين آل شبل وآل بوزين بعد أن نشب في محيط مجمع مدارس وبالتحديد مدرسة مكة الابتدائية ومدرسة عين التمر الابتدائية والمرتظى الابتدائية هذا الموضوع تسبب باحتجاز عدد من المدرسين والمعلمين والمعلمات داخل مدارسهم وبينت الصور أيضا حالة الخوف والرعب التي تملكت الكوادر التدريسية والتعليمية والطلاب أثناء تبادل الإطلاق النار بين هاتين العشيرتين المتصارعتين دعونا نشوف دعونا نشوف نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدين الكرام يرى مراقبون أن الحملات الأمنية التي تعلن عنها الحكومات المتعاقبة لحصر السلاح بيد الدولة هي شعارات للمتاجرة والدعاية وسط وجود كتل وأحزاب تمتلك أسلحة وميليشيات تسيطر على الشارع بقوة السلاح وتفرض سيطرتها وإرادتها على أي حكومة وأشاروا إلى أن النزاعات العشائرية تحولت من ظاهرة سائدة إلى معضلة وجودية اجتماعية وقانونية في العراق بسبب السلاح المنفلت الموجود لدى عناصر الميليشيات وأكدوا أيضا على أن الحكومة مهما ادعت ستبقى عاجزة عن معالجة هذه الأزمة ما لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت وإعادة هيبة القانون والقضاء طبعا يزيد أيضا من منسوب النزاعات العشائرية وفرة السلاح المنفلت وسهولة الحصول على السلاح خصوصا من عناصر الميليشيات التابعة للأحزاب وتتنوع الأساليب القتالية ما بين العشائر المتنازعة بشدة الطرق والوسائل حتى وصل الأمر إلى استخدام العبوات الناسفة في الطرق لتفجيرها ما بين العشيرتين المتنازعتين هذه اللقطات وهذا الجزء المتعلق بالعبوات الناسفة تم رصده في قضاء البطحاء غرب مدينة الناصرية في محافظة الذقار حينما فجرت قوة حكومية عبوة ناسفة كانت موضوعة ومزروعة في جانب الطريق استخدمت ضمن نزاع عشائري في المنطقة أو أريد لها أن تستخدم ضمن نزاع عشائري خلونا نشوف فقيت حاليا العبوة الحمد لله وشك فضل الغوات الأمنية فققوها الحمد لله وشك هذه دخالهم على الثير ذلك السائد ببانا بسعارات يقيت حاليا نلعبه الحمد لله وشك فضل الغوات الأمنية فقققوها الحمد لله وشك ها يدخلهم على الثير ذلك السائد ببانا بسعارات ببانا نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدين الكرام وننتقل إلى المقطع الآخر إلى محافظات مثل البصرة ذيقار ميسان وبغداد هي من المحافظات التي تتصدر عدد النزاعات العشائرية التي تخلف ضحايا من المواطنين وتتسبب أيضا في قطع الطرقات وتعطيل الأعمال إضافة إلى الخسائر المادية نتيجة استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتشير مصادر أمنية إلى أن استمرار النزاعات العشائرية المسلحة بسبب السلاح المنفلت وأن بعض العشائر تمتلك سلاحا أكثر من قوات الشرطة في بعض المدن أضافت أيضا أن القوات الأمنية تقف عاجزة أمام النزاعات العشائرية وأن فوضى السلاح المنفلت وكثرت النزاعات العشائرية وغياب سلطة الدولة في تلك المناطق دفعت العشائر إلى تسليح أبنائها حتى أصبح تقريبا كل فرد من أفراد العشيرة يمتلك سلاحا شخصيا بذرعة الدفاع عن النفس والعشيرة في بغداد أيضا التي يفترض أن يشعر سكانها بشيء من الأمن لا يختلف حالها عن باقي عشائر المحافظات الأخرى حيث بيّن الصور تبادل لإطلاق النار في منطقة الإفضالية وسط غياب تام للمظاهر الأمنية دعونا نشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على هذه المقاطع محمد العبيدي يقول هذا الانفلات الأمني لو قانون صار مقوي ما كان يحصله سلام يقول شنو الفرق عن الإرهاب هذا يقتل وهذا يقتل ليش ما يعامل معاملة الإرهابي طيب ولا تقول ما تستخدمون سلاحكم ضد اللي ينهب وطنكم واغتال ولدكم صدق ما عدكم غيرا هكذا تقول ولا عندنا تعليق من أمير يقول ويجي واحد ويقول العراق بخير أمان وعمار وازدهار بلد منتهي تحكم العصابات والميليشيات والحرامية مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم ويانا السيد أبو ماجد من صلاح الدين فضل يا أبو ماجد حياك الله أبو ماجد طيب أبو ماجد يبدو فقدنا الاتصال وياه أرجو مني يعاود الاتصال مرة ثانية خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام انتقد مراقبون وناشطون عراقيون غياب الدور الحكومي في وضع حد لاستمرار حوادث التخريب المتعمدة التي تطال مطار بغداد الدولي بين فترة وأخرى والتي تقف وراءها جهات حزبية وميليشيات متنفذة للسيطرة على المطار كمنفذ من منافذ تهريب الأموال والمخدرات أيضا هناك تسطر حكومي على هذه الجهات ويقول مراقبون وناشطون عراقيون أن العمل على تخريب العراق ومؤسساتها الرئيسة بطريقة ممنهجة مستمر ولن يتوقف في ظل الصراع القائم بين الأحزاب وميليشياتها للاستحواذ على المال العام والسيطرة على مراكز النفوذ والثروات وتباعية هذه الأحزاب لإيران وعملها ضمن سياسة تهدف للانتقام من العراق ونهب خيراتها وتحويلها إلى أرض خريبة طبعا تتصارع شركات مرتبطة بمكاتب اقتصادية داخل مطار بغداد اللي تحول لفرصة لكسب الأموال من خلال التهافت على المسافرين لنقلهم إلى ساحة عباس بن فرناس في وقت تغيب فيه خطوط النقل العام اللي يفترض أن تعمل من أجل خدمة المسافرين الواصلين والذاهبين إلى العراق خلونا نشوف الموضوع مشاهدين الكرام ونكمل طولة جماعة الشركات شوفوه لازمين الباب على المسافرين يوم المسافرين يطلع ايش البون دي ما هون نولة والشرطة ويا هون شوف طولة جماعة الشركات شوفوه لازمين الباب على المسافرين يوم المسافرين يطلع ايش البون دي ما هون نولة والشرطة ويا هون شوف نستمروا يا هذا الموضوع مشاهدين الكرام طبعا مع استمرار مسلسل الفساد في مطار بغداد الدولي اللي يعاني من الإهمال والتخريب المتعمد بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية المتنفذة على المطار ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة لحكومة محمد الشاع السوداني ولإدارة مطار بغداد الدولي بعد أن تم تداول مقطع مصور يبين نفاذ مياه الأمطار من أسقف البنايات المؤدية لصالات المطار بعد أن داهمت المياه مبنى المطار وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بناية تابعة لمطار بغداد الدولي يندفع من خلالها المياه مياه الأمطار بقوة تندفع المياه من خلال السقوف الثانوية وصلت تساؤلات من قبل الناشطين في مواقع التواصل عن سبب هذا الإهمال في وقت تمت فيه إحالة مهام الإشراف على المبنى لوزارة النقل خلونا نشوف اشتركوا في القناة نكمل مشاهدين الكرام مع حضراتكم طبعا كل اللي فات واللي شفتوه كوم واللي راح تشوفوه تسمعوه من وزير النقل شخصيا كوم ثاني ويتداول المقاطع اللي اعرضناها وغيرها طبعا نظم وزير النقل الحالي رزاق محيبس السعداوي جولة في مطار بغداد الدولي للوقوف على الكوارث اللي تعصف بهذا المطار في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام لكن هنا المفارقة المفارقة كانت في تصريح للوزير خلال اجتماعه بادارة مطار بغداد الدولي حينما قال انه رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني ارسل للوزير مقطع مصور فيديو عن حالة المطار وصلت تساؤلات عن دورك وزير ودور الجهات الرقابية اللي علموا بحال المطار من خلال مقطع مصور وليس من خلال عملهم ومتابعتهم خلونا نشوف دولة الرئيس يدزل مقطع فيديو عن المطار الحمامبي والسيارات الطابقة المدنية مدري المن متعرفة والناس غوسة ما يلق بكم كإدارة مطار انه هاي الفيديوات المحرجة تنزل عليكم بالسلسة الميديا خلونا نشوف التعليقات مشاهدين الكرام على هذه المقاطع بيار يقول مسخرة هذه الحكومات الفاشلة أهمها البوق وولائها لنظام ولي السفيه في طهران عندنا تعليق من وفاء تقول قراج سيارات بأي دولة فقيرة بدول العالم الثالث أفضل ألف مرة من مطار بغداد عندنا تعليق من نصير يقول مستاهل يفترض بيك أنت متابع لوزارتك ما يحتاج دولة الرئيس يبعث لك فيديو توبيخ يفترض تقديم استقال على هذا الحدث طيب عندنا مثنى يقول تخيل بلد بحكم العراق هذا يكون وزير النقل مالته وهكذا تتم إدارة الدولة أو بحجم العراق يقول هكذا يكون وزير النقل مال دولة العراق وهكذا تتم إدارة الدولة دعونا نسمع رأي السيد أبو ماجد يعاود الاتصال مرة ثانية أبو ماجد من صلاح الدين تفضل يا أبو ماجد حياك الله أدنا مشكلة يبدو بالاتصالات عموما شفت واسمعت كلام وزير النقل مشاهدين الكرام يعني صراحة أمر غريب جدا أن الوزير صاحب السلطة التنفيذية بوزارته وصاحب القرار النهائي في وزارته والمشرف على الأقسام والقطاعات الحيوية المهمة في داخل هذه الوزارة الحيوية أيضا أن يعرف مشاكل مطار بغداد الدولي واحد من أهم المنافذ للدولة العراقية وواجهة البلد يعرف مشاكله والبلاوة التي تصير به من خلال مقطع فيديو دعونا وين كان هذا الوزير هذا الوزير اللي تذكروا من استعرض وهو دي يمشي منتفخ واحد شايلة شمسية وين هذا الوزير عن أداء وظيفته عن مهام وظيفته بدل ما هو حاير يلوم القائمين على المطار أنه دير بالكم لتنتشر مقاطع ما حلوة بحقكم همك على المقاطع وعلى صورة هذا الكادر الإداري ووزارتك لأنه المفروض أنت تحسن من أداء وزارتك وتعمل على تحسين وضع المطار وحاله وشكله أمام العالم وأمام المسافرين القادمين والمغادرين وبعدين تنتشر ساعتها صور ولقطات جميلة أيضا ساعتها تجمل من صورة الوزارة بشكل حقيقي وتعكس العمل الحقيقي أدنا اتصال أبو ماجد تفضل حياك الله أهلا وسهلا يا أبو ماجد حبيبي الغالي أنا متابع برنامجكم برنامجكم رائع حقيقة وقمة الروعة الله يسلم نحن بالنسبة لنا يعني لا تسمح المداخل حتى مات الأكلام حتى أنت وقل غيري أنا تفضل مرحب أستاذ أسمعك يا أبو ماجد حياك الله شلون صحة الأمور الله يسلمك تفضل أبو ماجد أدنا مشكلة بالاتصالات شكرا أبو ماجد نحن نشوف الوضع حاليا يعني هسه نحن بالنسبة نريد مستقبل أولادنا وستوى شابنا ما بقى أي مستقبل أستحرين مثلا نريد مظيفة يعني هسه يعني كلها بفلوس بفلوس إلى متى نبقى العراق من دون بلد الجوار شوفوا الألوان على العالم وان وصلت وإحنا لحظنا بلدنا من دون البلدان وضعنا نحو الأسوأ نعم نعم طيب من يتحمل مسؤولية هذا الفشل والإخفاقات في إدارة الدولة يا أبو ماجد والله يا أستاذ العزيز بالنسبة لأكل رعي مسؤولية الرعية أكيد الدولة هي المسؤولة الدولة هي الأم والأب يعني إحنا إذا نشوف أم وأب ماكو إذن إحنا إيتامة بالنسبة لأن الدولة إيتامة جميل طيب إذا كانت الدولة تدار من قبل ناس أخفقوا وفشلوا في إدارتها ألا يفترض بهم الانسحاب والاعتزال العمل السياسي ويعطاء الفرصة لمن هو أصلح ولمن هو أجدر ليش مجلبين بهذه المناصب وبهذه الكراسي وصراعات تصل إلى القتل فيما بينهم على مود يبقى في المنصب أستاذ بالنسبة حاليا الحرامي هو قال إنسان الشريف ما يخلونه بالنسبة للإنسان الشريف ما يخلونه إن هو إنسان شريف ديبني بلد عندك باقي المحافظات عندك داعش دخل الموصل شوف أستاذ مجبس جبوري شون أي المحافظة والشعب قام يحبونه إنسان مضيفة قام يحاربونه شوف أستاذ عندك الموصل يعني قمة الروعة والجمالية يعني للأسف يعني أولها الدرجة بس حتى ليس بيها مبالغة أبو نجم روح شوف الجانب الأيمن شو حاله نعم يعني إحنا هم مريد يعني بس هم أنا صراحة يعني كل من يعمل لخدمة هذا البلد بضمير حي بضمير حي وصاحي ونية صادقة لله أكيد نحترمه ونقدر عمله لكن هم مريد إحنا نجمل على حساب الناس اللي بعدهم بالمخيمات الجانب الأيمن لمدينة الموصل خرابة بعدها 95% منها مدمر يعني ما نقدر هم نقعد نجمل بصورة شخص بس واحد أستاذ أستاذ بلس له واحد وحده ما يقدر إيده حتى ما تصفق إذا معاني وأنت والمستبيع والمشاهد وكل الشعب العراق إحنا كنا لازم إحنا كنا نكون إيده واحدة حتى اللي بنا بلدنا جميل جدا نعم جميل جدا طيب أنت نعم صحيح ممتاز العراقيين يريدون يبنون بلدهم لكن الطرف الآخر مدى يمد الإيد اللي تشجع العراقيين على دعمه وسنده يعني ما شافوا من ذول اللي دي حكمون من هذه الأحزاب من الوزراء والنواب ما شافوا منهم خير يشجع المواطن على أنه يوقفوا يا هذا المسؤول المسؤول شي ريد أبو ماجد شي ريد من المواطن المسؤول يريد المواطن يريد المواطن زال تحت إيده تحت خيمته حتى شنو ما يحاول إحتي الصحيح والإحسان إحتي الصحيح يضطحت حاليا فإحنا بيد ريد حكومة حلوة جديدة تبني بلدنا تبني شوف نتباهة بيها مع البلدان مع الجوار مع الغرب مع أوروبا مع كل الدول العالمية يا أستاذ العزيز نعم أشكرك شكرا جزيلا أبو ماجد من صلاح الدين المواطن العراقي هو شافوا يعني أكون نماذج جهواي احنا أردنا أجزاء بسيطة من الحالات الإيجابية اللي شهدها العراق خلال العشرين سنة اللي مضت المواطن إذا يأخذ فرصة حقيقية وحرية شوية بدون مضايقات وبدون الفساد ميطالة وبدون سلاح الميليشيات والمكاتب الاقتصادية ومحاولة استفادتها من كل شبر من أرض العراق أن نتأثر على عمل المواطن العراقي مبدع ومجرب بإبداعه والتاريخ يشهد له بهذا الشيء يحتاج فقط إلى فرصة ويحتاج إلى دعم ومساندة لكن ما شفنا إحنا هذا الشيء موجود من كل الحكومات اللي يجته بعد 2003 كلها حاربت المواطن كسرت مجاذيفه حجمته حاولت تتقلل من قيمة العقول العراقية حاربت العقول العراقية قتلت منهم من قتلت والباقي تهجر منه بقى اليوم يخدم العراق اللي عنده إمكانيات مسيطر عليه محجم موضوع ضمن إطار معين تطلع بره هذا الإطار المحدد لك تقمع تهدد تصير عليك دقة عشائرية تعتقل يعني محاربة حقيقة ما تنتهي لكل من يحاول أن يصحح خطأ موجود في هذا البلد طيب ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدين مواطنون عراقيون عبروا عن استياءهم وغضبهم من تخبط القرار الحكومي بشأن الخدمات الصحية في العراق حيث تعمد هذه الحكومات الحكومات المتعاقبة أيضا على زج المرضى العراقيين في سلسلة من الأزمات بدلا من إيجاد الحلول المناسبة لانتشال الواقع الصحي المتردي وتخفيف معاناة المرضى وبالرغم من الثروات الهائلة والإمكانيات المالية اللي يتمتع بها العراق والموازنات الانفجارية لكن تصر الجهات الحكومية على وضع الرسوم المالية مقابل التشخيص الطبي والعلاج داخل المستشفيات الحكومية بعد أن تم إلغاء النظام الرعاية الصحية المجاني في عام 2016 بزمن حكومة حيدر العبادي وانتقد مراقبون النهج الحكومي في تجاهل معاناة المرضى داخل البلد اللي يفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية بالإضافة إلى العشوائية في وضع الرسوم الرسوم العلاج داخل المستشفيات الحكومية اللي أصبح المريض فيها ينفق من مدخراته خاصة في سبيل دفع مبالغ العلاج اللي أحيانا حتى ما يلقى داخل هذه المستشفيات ففي بغداد أكد أحد المواطنين تعذر استقبال الطفلة في طوارئ مستشفى مدينة الطب لعدم وجود سرير شاغر تخيلوا يعني المشكلة مو بس أنه يدفع فلوس هو أيضا مدى يلاقي العلاج اللي يريده حتى إذا دفع هذه الفلوس خلينا نشوف السلام عليكم عما أنا رجال مواطن العراق وما عدي وافتغيتها المستشفيات كلها وهذا المستشفيات طوارئ مال مدينة الطيب وابن حال تخاطرها وطب عليهم وقلوا أنه ما عدنا سراير ولا عدنا مكان روح للمستشفيات الأهلية يزينتم شنوه يعني ما تقلوا شنوه إذا تطبوا غالدكم وهذه المستشفيات ما نمخليها تضحكون عن ناس تضحكون عن المواطنين ما تستحون يعني نساعة بالسبعة الصباح افتغوا لحد الآن ما خليت واحد ما طبيت لي الدكتور قل له ما عدنا مكان الواقع بالباب قل له ما عدنا مكان يعني بس قل له هاي شوكت تنحل هاي السالفة شوكت تنحل وله مليونة زي ما عده شنوه يموت الفقير ما عده شنوه الما عده الفقير يموت مثلا هاي المستشفيات هسه مدينت الطيب ومن الصبح ولي جاي ما خليت مستشفيات ما رحت لي رحت لها المستشفيات كلها المذكورة قدامكم ما خليت واحد ما رحت لي وهسه طبيت هنا طبيت هنا أنه بالخاص تقلطينا والله خمسمئة ألف زي أنا ما عده رجال قاعد حافي من أطل خمسمئة ألف في العراق لاسيما الصحية نحو التراجع السريع بسبب الفشل الحكومي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 فضلا عن الفساد المستشري وتخبط القرارات داخل أروقة الحكومات المتعاقبة ويعاني القطاع الصحي العراقي من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم بعدما أدى الفساد والفشل الحكومي إلى نقص الكوادر الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة سياسيا إلى محافظة البصرة ننتقل وتحديدا إلى مستشفى الشفاء حيث أكد مواطن من هناك تنامي ظاهرة تعمد الأطباء في عدم تقديم الرعاية الصحية للمرضى من أجل دفع هؤلاء المرضى إلى مراجعة نفس الأطباء ولكن في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية اللي تستنزف أموال الناس وجيوب العراقيين الفقراء خلونا نشوف أسعد العيداني البصريين أهل الغيرة باعوا بوق ونهب علني يصير بالمستشفى تباية مستشفى الشفاء عملية كيز ديني بسيطة يطيك الكارت ما بتعلم والتجيلة للعيادة ما بتخصصة يقطك بخمسين أليف ليش هاي البصرة أم الخير ما بيهموسو بنت بوق علني يا وزير الصحة السوداني نكمل مشاهدين الكرام ونعرض التعليقات اللي وردت على هذه المقاطع محمد يقول تقصير متعمد بتأخير الكثير من المستشفيات وسوء إدارة الموارد البشرية وسوء التخطيط أو عدم وجود تخطيط أصلا في وزارة ودوائر الصحة واضح جدا علي يقول فعلا خدمات الصحة بالبصرة عبارة عن تسليب فلوس المريض طاهر يقول تفعيل الجانب الرقابي والحد من الفساد ومعاقبة الأطباء ذوي النفوس الضعيفة أكيد يرفع جودة الخدمة ويحسن الخدمة وعدنا أبو حسن يقول دوائر صحة البصرة تحت الصفر وينك يا المحافظ المستشفيات الأهلية سبتنا ننتقل وياكم مشاهدينا إلى الموضوع الرابع عدنا في هذه الحلقة واللي يؤرق العراقيين تحديدا الشباب واللي يبحثون عن فرصة عمل وزارة العمل وشون الاجتماعية في العراق كشفت عن أرقام صادمة للعمالة الأجنبية في داخل البلد إذ تشكل العمالة الأجنبية نحو نصف عدد الأيد العاملة في العراق وسط تحذيرات ومطالبات بالحد من العمالة الأجنبية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد العراقي وعلى سوق العمل وارتفاع نسب البطالة لا سيما بين الشباب في ظل أوضاع اقتصادية متردية وقالت وزارة العمل وشون الاجتماعية أن عداد العاملين الأجانب الحاصلين على رخصة عمل في العراق تقريبا 100 ألف عامل لكن الوزارة أيضا أقرت بأنه نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية تقابلها 50% من العمالة الأجنبية طبعا سبق أن كشف وزير العمل وشون الاجتماعية في حكومة الإطار التنسيقي أحمد الأسدي عن وجود 800 ألف عامل أجنبي في العراق لكن أكو تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عدد العمال الأجانب تجاوز المليون غالبيتهم يعملون بشكل غير قانوني ولا توجد إحصائية دقيقة عن حجم العمال الأجانب غير المرخصة بحسب مراقبين وأيضا لا يمكن لأي جهة تحديد أعداد العمال الأجانب بشكل دقيق لأنهم لم يدخلوا العراق بصفة العمل بل عن طريق تأشيرات سياحية ولكن عند دخولهم يباشرون بالعمل طبعا أيضا هناك صور من مصفى الشعاب النفطي في محافظة البصرة يبين اكتظاظ المصفى بعدد كبير جدا من العمال الأجانب لا سيما من حملة الجنسية الهندية في وقت شباب العراق يجلسون على الرصيف بحثا عن عمل خلونا نشوف بحثا عن عمل هذه المجموعة صغيرة و هذه المجموعة صغيرة نكمل بهذا الموضوع مشاهدين بعد تداول هذه الصور الصادمة لأعداد العمال الأجانب الكبيرة وجه شباب محافظة البصرة الدعوة لأبناء المدينة للتظاهر ضد السياسات الحكومية التي تحارب العراقيين في رزقهم اليومي وتمنع عنهم فرص العمل في وقت توظف الأجانب دعونا نرى و نسمع عانينا كثيرا من الظلم و لا نزال نعاني و ذلك بغزو العمال الأجنبية في البصرة وتحميش ابناء البصرة و عدم حصولهم على فرصة عمل في المشاريع البصرية ندعو الشعب البصري للخروج بمظاهرة سلمية مطالبة بحقوقهم المسلوبة و ذلك يوم الأربعاء المصادف 21.02 الساعة الثامنة صباحا أمام ديوان محاوظة البصرة في فلكة البحرية يدعو كل الشرفاء من السياسيين و الأعلاميين و القوات الأمنية من وقوف مع مناء البصرة ضد غزو العمال الأجنبية خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا على هذه المقاطع ما هر الدراجي يقول حسبي الله و نعم الوكيل على الظالمين شعب كاتل الظلم من المسؤول عن الظلم الجاي نعيشه حاليا قاعدين على الطالة بطالة و يجيبون و يذبون غزونا الله أكبر دكتورة السكن المالكي تقول هذا ملف قديم و معقد و لابد من الاهتمام بهذا الموضوع و مراجعة عدد الكوادر الأجنبية العاملة في الشركات و متابعة استحقاقاتهم بشكل عادل و مساوي لرواتب الموظفين العراقيين صار أكثر من عشرين سنة رواتبهم أضعاف رواتب العراقيين أبو سالم يقول وين المحافظ و وين المسؤولين يعني أهالي البصرة قاعدين و الباكستاني و الإيراني يشتغل حسبنا الله و نعم الوكيل فأق يقول أين الخلل قلة الكفاءة للعامل العراقي أم هناك مؤامرة لدمار المواطن العراقي عامة و البصري خاصة هذه كانت جزء من التعليقات مشاهدين الكرام على هذا الموضوع نذهب إلى فاصل قصير و من بعده نعود خليكم ويانا الغاية الآن تم اكتشاف 346 ألف ممن يمتلكون عجلات موديلات حديثة ترجمة نانسي قنقر ما تجي وتسلم البطاقة الانتخابية مالتك ترى راح يعيدون عليك البحث الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة موجودة في حياتكم اليومية إن كانت مشكلة معينة إن كانت قضية حصلت أمامكم وثقتوها في عدسات كاميرات هواتفكم تقدرون ترسلوها لنا عن طريق الرقم المخصص لهذه الخدمة اجتنا رسالة ومقطع مصور وأيضا باتصال راح نفصل هذه القضية بعد شوية لمواطن من سكنة القرية العصرية في محافظة بابل ناشد الحكومة الجهات الحكومية للتدخل السريع بعد تعرض لهجوم داخل منزلة بسبب قطعة أرض حاول أحد المنتسبين في وزارة الدفاع لاستحواذ عليها بالرغم من وجود كافة الأوراق الرسمية لتثبت عائدية الأرض للمواطن صاحب هذه المظلمة خلونا نستمع لشهادته سوى عليها بأنه أنا مهددة بالإسلاح عن طريق اللطيفية هاي تبليغين وهاي الدعوة العليا أنا مشتكى عليها هسان حكمت هاي حكمني حكمني هاك هاي الدعوة الدعوة هاي باسكندريا أنا مشتكى عليهم راح سوى كيدية عليه باللطيفية ويقول لي أذبك بالإرهاب أنت واخوتك ونسوان كن مهلك زين وحنا ناس معروفين اللي صار عندي جاني شخص سيارة الدولة من وزارة الدفاع هو وابنه جي سحب علي سلاح وطب علي داخل البيت وسوى مشكلة وراح من راح من جر المسدس أنا صدق بتحت الباب طلق الباس والفانيلة عبالي شرطة بتحت الباب ببجهة الإسلاح واشتكيت علي وهسه طلعوا كفالة كل واحد بخمسميتة خمس ملايين وهسه دا يشتكى علي بكل المراكز ويهدد بخوتي ويهدد بينا كنا مهددين احنا اي شي يصير الريد نصل السيد رئيس الوزراء او الوزير الداخلية او وزير الدفاع احنا نريد حل الى سيارات الدولة يجون يطبون للبيوت عالعالم مهما يكون هم وصلوا والسيارة مصورة عدهم والسيارة ما الدفاع قاعد بالبيت استمع السعيات اللي لازم جارة اطلع له طلعت لجارة يقول انه هذا هو يهد ويصيح ويسيب اكبر رأس بالدولة ومردهم ويسيب عليه ويصيح وهو جوه مريل قاعد فقام يسفت جئت علي قلت لهم وما لصيح طبوا جوه تفهموا بيناتكم ابناء طبوا طلع طبوا يطلع تقلقوا قلنا طببت جوه انتهيش ويسبي يعني بيته ويسبي ويهد علي زيان ويهد احنا مشاهدين اذا نحاول نتواصل ويا الشخص المعني بهذه المشكلة حتى يبين لنا جوانب اكثر بتفاصيل اكثر لها المشكلة وايضا هي فرصة الى حتى يوصل صوتها من خلالنا يعني هذا الاستغلال اللي موجود للسلطة الى متى يستمر يا وزيري الدفاع والداخلية شو كتتوقفون عناصركم وضباطكم عن هذا الانفلات عن هذا التسيب والاستهتار واستغلال هاي السلطة والرتب الموجودة وسيارات الدولة واسلحة الدولة وعناصر الدولة من المجندين في سبيل مصالحهم الشخصية واغراضهم وفي سبيل ترهيب المواطن وبث الرعب والذعر في نفوس الناس الناس الآمنة اللي قاعدة ببيوتها ساد دبابها على نفسها وحاط عينها بعين الله أنه تتجنب المشاكل في هذا البلد اللي كله بلاوي تجي المشاكل لباب البيت ويعتدون على الناس في بيوتهم ولا توجد حرمة لكبار السن ولا توجد حرمة للبيوت ولا للنساء ولا للأطفال بلد صار فالتون مثل ما يقولون وينكم يا وزراء الداخلية والدفاع وين القائد العام للقوات المسلحة ما دام أنت تتابع السوشيال ميديا يبدو أن تدز فيديوهات الوزراءك ليش ما تدز الفيديوهات الذين إلى وزير الدفاع مثلا أو الداخلية روح وشوفوا الاستهتار الموجود من قبل ضباطكم ومنتسبيكم خلونا نسمع رأيي سيد هيثم من باب اللي يبينيننا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع سيد هيثم حياك الله الله محياك الله يخليك الساد سيد هيثم أنت صاحب حضرتك صاحب المشكلة صح؟ نعم أنا صاحب المشكلة طيب أريد أفهم من جنابك تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع هذا المنتسب بوزارة الدفاع ليش بالضبط يريد أرضك أو يبدو أنه هو دي يريد قطعة أرض تبعى يتخصك يعني ملكك نعم أنا قاعد التجاوز نعم بالحصوة منطقة الحصوة أي شهداء نعم فأني أنا بعد جاعد في 2000 وكرتعش نعم وهم أجل في عال ويا لك أريده بساني جاعد معزودا طيب فهذا جاعد يومية يقول لي أريد جاعد أقول لي والله ما أنت جاعد جاعد عيسر بلدين 17 جاعد يقول لي يحكي باسم نجمي الجموري يحكي باسم رئيسي الوزراء أنا حط وزير وأنا صعد وزير وأني برشي لو أجمي يستغل بال بجارة الدفاع بالقانونية قالوا جاعد الدفاع موظف نعم جانب سيارة عسكرية مريض دولة نعم لديت السيارة وقفت بالباب أنا أعبالي الشيحنا بالتجاوز جاي في لونة اللي بالتجاوز أي بعد كالي أركض طرج الباب الفانينة افتحت الباب المتدس ببجي تجدت الباب وطبيت أنا جابت بالأهلي طببهم قالوا لي تعالي يقعد السريح اصلاهم قال ماكو وانتو موخو شوادي وراح اوديكم بالرهاب وانتو جواعيش وانتو مدرأيش أنا واخوتي نعم فأحنا ناس معروفين أستاذ أحنا معروفين جيت عثمان محمد أرميغ الجبوري منطقت الحصوة منطقتنا الباب نعم يعني هذا يوميا جاهددني الباب قبل عشر كيام تجنني بأنني شهر علي أسلاح واني عندي جندري وسكر وتكلة ونظري جديد وكل الأمراض هو يجري به وهذا يوميا يجي يشتكي علي بالمحاكم كهدية وعندي شكوى علي عندي الأوراق موجودة يعني هو هسه ترك مشكلة تلقاه هسه مركز وياك أنت لأن أنت مثل ما سمعنا بالفيديو أنت اشتكيت علي يبدو وطلعوه هو وابنه بكفالة طلعوا بكفالة طلعوا ينتقب منك مني ومن أخوتي يقول يأذبكم بالإرهاب أذبكم مدوين يهدي في البيان كله أخذ أخوتك كلهم طيب أنا عندي عندي سؤال سيد هيثم حاجي هيثم أنا أريد أسألك أنه أنت بالمرة الأولى ورا ما اشتكيت أثبتت حقك بالشكوى ووقع علي عقاب حبسه ليش ما تكرر الشكوى مرة ثانية كررتها عجبا يعني رحت مرة ثانية تشتكي حتى يحموك منه لا أستاذ لا المحكمة 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 مديرة دخلوا وشثنا طلعوهم بكفالة وآني يوميا يجي يهجد بي و لحد الآن لشارة أشرت من هذا بديت رحبات بي تخاف على جهالي هوني قاعد بتجاول شينكو نعم سيارة عسكرية مال وجارس الدفاع الجانبية هو وضنه وتحمو عليه سلاح نعم وفيها ساطرة يعني يقول لهم كل جيش ما تحقق يسلون الجراء وين طلعوا يسلون الجراء من يوصلني للجاكلية للجفاع واني رجال بخير صحيح صحيح تجاوز ومعنج وموري تعباني نعم فأنا أريد من الله ومنكم توصلوني هذا المناسجة وصولي هذا الشيء يعني ونجد الوجراء الوجر الداخلية وانا كون مبنون من عندك ان شاء الله سيد هيثم ان شاء الله يكون بعونك والله يحميكم من غدر ذول الغادرين انا اشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم من بابل وان شاء الله هذه المناشدة تصل الى من يسمع الى من عنده احساس بالمسؤولية الى اللي عنده شوية ضمير اذا بعد عدهم ضمير ذول الموجودين العالم في خطر العراقيين في خطر وانتوا نايمين على اذنكم ملتهين بملذاتكم ملتهين بامتيازاتكم ومناصبكم واستحقاقاتكم اللي تتصارعون عليها هذه المغانم الموجودة في هذه الدولة الناس تهدد في بيوتها الناس تشعر بالرعب بالخوف العراق ليس بلد آمن العراقيين يعيشون في خطر دائم ويكذب على نفسه اللي يقول العراق الحمد لله الأمور طيبة الحمد لله ده نطلع بثنتين بالليل بثلاثة بالليل نمشي إذا ما وقع عليك الخطر الآن ربما قد يأتيك فيما بعد بلد طالما مثل ما شفتوا تجاوز على الرجل اعتدى على الرجل اشتكى المعتدى عليه حبسه طلع بكفالة خمس ملايين شلون يطلع بكفالة بغض النظر عن المبلغ المدفوع وبغض النظر المبلغ المدفوع وهو الراح شلون يطلع بكفالة رجل شايل اسلاح نيت القتل اعتدى على رجل كبير في السن اعتدى على أشخاص آخرين أخوته وأكو شهود يلعن ويسب الحكومة وادوس على راس فلان واجعص راس فلان القانون والقضاء هذا شنو هذا الموجود فاق زيدان اللي قاعد ينظر قبل يومين وين عن قضاته عن المدعين العامين وين عن هذه المحاكم اللي صار السالفة بها فوضى طيب خلونا نكمل مشاهدين الكرام وننتقل الى موضوع قدنا وقت طيب خلنا اخذ سريعا التغريدات اللي اجدت على واسم اليوم واسم اليوم هو مترو بغداد مشاهدين الكرام هذه المسرحية مسرحية مترو بغداد والقصة الخرافية اللي توعد بها وعدت بها كل الحكومات ولا يوجد تنفيذ حنين تقول مترو بغداد كذابين لا تصدقونهم لأنها مشاريع وهمية لإسكاة الشعب عن المطالبة بحقوقه وأولها طرد المحتلين عبدالله يقول تكلفة العاصمة الإدارية في مصر خمسة مليار دولار وهي تعادل محافظة بغداد لا والقوية تكلفة مترو بغداد فقط 17 مليار دولار زينب تقول معقولة مترو بغداد تحت إشراف أمانة بغداد الأولى في الفساد في العراق وعدنا تعليق من أركان يقول تعاني مدينة بغداد من مشاكل عميقة في بناها التحتية ولا أدري إن كان مشروع مترو بغداد يمثل أولوية في معالجة تلك المشاكل نعم هو مشروع مهم لمدينة مثل بغداد ولكن هل هو أولوية مع تكلفته العالية ومع عدم معالجة ما هو أهم مثل شبكات الصرف الصحي أو طرق بمواصفات جيدة وغير ذلك بهذا بهذا المشاهدين الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لطيب المتابعة